هذا وجاءت مبادرة توفير الخدمات الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات والتي تفضل جلالة الملك المعظم بالإعلان عنها في كلمته السامية في القمة العربية الثالثة والثلاثين لتكمل مسيرة العمل الإنساني البحريني وعملها الدؤوب في هذا المجال تعزيزا للتضامن العربي المشترك بهدف مواصلة مسيرة الوطن العربي في شتى المجالات على مختلف الأصعيدة أطلقت مملكة البحرين مبادرة توفير الخدمات الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات خلال قمة البحرين والتي عكست جانبا من أولويات المملكة في سياستها الخارجية والداخلية وعملها الدؤوب لتعزيز التضامن العربي ووحدة الصف وحماية الأمن القومي والاستقرار في المنطقة مملكة البحرين بادرت بوضع الاستراتيجيات والاتجاهات لتوفير الخدمات الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات من خلال مبادراتها السابقة التي غطت من خلالها عددا من الدول العربية كإرسال البعثات والمساعدات الطبية للعلاج وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتقديرا للدور الريادي الكبير الذي قامت به مملكة البحرين في مساعدة الأشقاء في الصومال تم إطلاق اسم مملكة البحرين من قبل السلطات الصومالية على المركز القومي لطب العيون ليصبح اسمه مركز البحرين لطب وجراحة العيون هذه المبادرة تأتي ترجمة لاهتمام المملكة الكبير بصون وحماية حقوق الإنسان على الأراضي العربية بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية منظمة ومتكاملة عادلة ومستدامة وفي متناول الجميع إلى جانب وضعها للسياسات الصحية ومتابعة تنفيذها مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية بهدف توفير رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية مملكة البحرين تعمل وفق استراتيجية لا تكتفي من خلالها بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة فقط وإنما تعمل على تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة التي تسهم في إعمار الأرض وبناء الإنسان